أثار الفيديو الذي تم نشره على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي في ملكة العربية السعودية أثار حالة من الغضب الشديد بين السعوديين بسبب ما تضمنه من مشاهد مؤلمة رآها الشباب يقوم بتعنيف كلب أليف وبطريقة وحشية دفعت عدة فئات في المجتمع السعودي لمطلبة بمحاكمة الشاب فيما تحركت سيدة ومعها ثلاثة أخريات لإنقاذ الكلب من صاحبه الذي كان مفاجأة ترى ما القصة كيف تداولها المجتمع السعودي وما الذي قالوه عن المشاهد المؤلمة للشاب وسبب قيامه بهذا التصرف البشع لمعرفة كل هذا تابعونا إلى التفاصيل أنا هايدي يوسري أهلا بكم على مدار الساعات الماضية سيطرت حالة من الغضب الشديد على المجتمع السعودي بشكل خاص بعد انتشار فيديوهات أظهرت شابا ممسكا بكلب وهو يقوم بتعنيفه وضربه بالقوة ما تسبب في استياء غضب الشيوخ السعوديين وفئات أخرى بالمملكة العربية السعودية منها جمعيات الرفق بالحيوان التي تحركت وقدمت بلاغات عدة لسلطات السعودية قبل القبض لتتصدر الواقع تريند المملكة العربية ومحركات البحث جوجل فوجئ المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي ببداية الشاب وهو يضرب كلب ذو لون أبيض صغير الحجم باستخدام شبشب وسط الشارع ووسط صراخ الكلب بشدة ما تسبب في إصابة المتابعين بالصدمة الكبيرة خاصة بعدما أحدث الشاب إصابات بالغة بجسد الكلب ونزول الدماء منه بمجرد إختار السلطات بواقع تلك أو تلك الواقعة تم تتبع مصدر الفيديو والتواصل للشاب المتهم فتم التوصل إليه بالفعل وتم معرفة أن الواقعة ومصدرها شاب يقيم بحي لبن التابع للعاصمة الرياض بعد تصويرها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وبضبطه وبمواجهته بمحتوى البلاغ قال الشاب إن الكلب مملوك له وقام بذلك بدفع تأديبه وهذا تصرف يخصه وتم اتخاذ الإجراءات الفورية معها الضجة التي احدثت هذه الواقع في السعودية سببه الاعتداء على حيوان ضعيف لا يقدر على الدفاع عن نفسه وغريبة على المجتمع السعودي تماما مثل ما قال المشرف العام لجمعية رحمة للرفق بالحيوان بدر الطريف وأضاف بأن الفيديو يرصد تعرض الكلب للتعنيف من قبل صاحبه لتتصدر الواقع تريند المملكة لأن المجتمع السعودي معروف بأنه لا يعرف العنف ويتجنب التصرفات اللا إنسانية خاصة عندما تكون مع حيوان أليف لا يملك الدفاع عن نفسه أشار بدر الطريف في لقاء تلفزيوني بمنمج سيدتي المداع على روتانا خليجية أشار إلى أن هذه الواقعة كشفت بالطبع عن تصرف غريب وغير مقبول ولا لائق من قبل الشاب أو من غيره لكنها حتى الآن حالات فردية وهناك جهود تبذل من السلطات المختلفة سواء من وزارة البيئة مثل في قسم الرفق بالحيوان أو من قبل وزارة الموارد التي أمرت بترخيص خمس جمعيات جديدة للرفق بالحيوان سيكون لهم دورا كبيرا في نشر الوعي وحماية ورعاية وإنقاذ ومساعدة الحيوانات وأضاف المشرف على جمعية رحمة للرفق بالحيوان لأنه للأسف الشديد هذه المقاطع تصدر للخارج بل وتسيء لشعب المملكة العربية السعودية المسلم في المقام الأول والإسلام يحثنا على الرفق بالحيوان لافتا إلى أن طبيعة المجتمع السعودي سواء من ناحية الشرع أو من ناحية العادات والتقاليد حتى العرف والإنسانية تستنكر بشدة العنف حتى مع الحيوان لذلك تحركت جمعيات رفق بالحيوان بمجرد رصد الواقعة بناء على بلغات المواطنين بعد انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي واختار السلطات المختصة لإنقاذ الكلب تحدثت التقارير عن سيدة سعودية تدعى مضاوي الشيخ التي تولت مهمة إنقاذ الكلب بمشاركة ثلاث سيدات أخريات وبسؤالها قالت مضاوي إن مقطع الفيديو كان مؤلما بشدة لأنه أظهر الشاب وهو يعنف الكلب بطريقة وحشية وقررنا بعدها اتخذ الإجراءات الفورية لإنقاذ الكلب وإبلاغ الجهات المعنية بخصوص إنقاذ الكلب قالت السيدة مضاوي الشيخ إنهن لكي ينقذن الكلب لجأنا لحيلة وهي عرضهن على الشاب شراء الكلب بأي ثمن كان لكن صاحبه رفض بشدة متعليلا أن كلبه في حالة خوف من الذي حدث له من ضرب لكنه ما زال محتفظا به إلا أن منظر الكلب بمجرد رؤيته كان صعبا للغاية حيث كان جالسا في زوية الغرفة ومكسورا خائفا وعليه أثار الضرب بينما عيونه في حالة حمرار شديد ومقيد القدمين اختتمت السيدة قولها بأنهن بمجرد رؤية الكلب بهذه الحالة قررنا فورا عدم المغادرة إلا باستحابه معهن إلا أن صاحب الكلب رفضه فتبين لهن بأنه شخص لديه مرض نفسي وغير سوي فتم القبض عليه وإنقاذ الكلب من تصرفاته شكرا جزيلا للحسن المتابعة في أمان الله وتذكروا إذا أردتم أن تحصلون على شيء من ملك سليمان فلا تؤذوا مشاعر نملة وانحبكم من في السماء